20 شهر من الصراع والغزو على تيجراي كانت نتيجته دمار أساسيات البنية التحتية ومن ضمنها كانت مراكز رعاية الحيوانات وبناء على معطيات وتقارير من مكتب التنمية الزراعية والريفية أنه في كل أنحاء تيجراي كان هناك أكثر من 200 مركز حكومي لرعاية الحيوانات وأنها دمرت بعد الغزو على تيجراي في نوفمبر 2020 وبعد النهب والتدمير المقصود من قبل القوات الإثيوبية والإريترية أصبحت هناك 20% فقط من المراكز البيطرية تعمل وأدى هذا الدمار إلى انتشار الأمراض الخطيرة والمميتة للإنسان والحيوانات أيضا ووفقا لمدير مكتب الصحة للحيوانات في تيجراي الدكتور قبل لقسة أن مرض الجمر الخبيث هو مرض يصيب الحيوانات وخصوصا المواشي وأنه مرض معدي ويمكن أن ينتقل إلى البشر وأصبح المرض الآن ينتشر في الأماكن المنخفضة في تيجراي وقد غتل إلى هذا الوقت شخصين و23 من المواشي مرض الجمرة الخبيثة يؤثر على البشر والحيوانات وكان قد اختفى تقريبا من تيجراي ولكن الآن أصبح يظهر من جديد في مختلف المناطق وخصوصا في الأراضي المنخفضة مثل منطقة سامرة والعلاو قراروت وصدى إنبا وقلة بين ومناطق أخرى من غرب تيجراي وفي منطقة العلاو قراروت في قرية أدغشتي أصيب 34 شخصا و30 حيوانا من ضمن المصابين مات شخصين و23 حيوان ووفقا للدكتور قبراءب أن النقص تقديم اللقاحات والأدوية للحيوانات يظل تحديا وما زال يتسبب في فقدان الأرواح في كثير من المجتمعات الريفية في شهر يونيو من هذا العام أصيب أكثر من 241 ألف حيوان بأمراض مختلفة ومات من بينهم أكثر من 83 ألف حيوان وبسبب هذه التحديات قال الدكتور قبراءب أنه يجب استخدام طرق العلاج البديلة كخيار لعلاج الحيوانات المصابة بالبكتيريا يجب معالجتهم بطريقة شعبية والذين ماتوا يجب أن ندفنهم في عمق يصل إلى ثلاثة أمتار والحيوانات التي أصيب بمرض الجمراء الخبيثة لا يجب أن تؤكد الدمار للمراكز الصحية الخاصة بالحيوانات إضافة للحصار المفروض قد جلبوا التأثير السلبي في المعيشة لأبناء تيجراي وبعد الاتفاقية الإنسانية التي أعلنتها حكومة إثيوبيا قبل ثلاثة أشهر إلا وأن الأوضاع في تيجراي لم تظهر أي تحسنا إلى الآن